تتواصل جهود الدولة المصرية بكتافة لاستضافة ورئاسة مصر لدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 وأكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن المبادرة الوطنية للمشروعات القدراء تؤكد قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وأكد أمنى أن المحافظات لها دور فعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وعلى رأسها مواجهة تغير المناخية وأن المبادرة الوطنية للمشروعات القدراء والدكية تؤكد قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات هو السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة التغير المناخية وذلك من خلال توطين سياسات التكيف وتخفيف على المستوى المحلية وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي